ما تفتش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة نظام الأهل بين فلسفة الجوهر وسطحية المظهر إبراهيم أهلا بك بشوانس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم والحلقة السبعونية وثلاثين لقاء الاثنين من ملك وكتابة بدئها المهندس عدلي بالغزالة ريئة يعني دي غزالة ريئة جداً وعزين بالمناسبة لأنه كل الزملاء في الاستوديو كل اللي بيقابلوا المهندس عدلي بفيش حديث إلا على الغزالة ريئة وطبعاً الأغنية اللي مكسرت دنيا للمبدعة من عدل القياعي الحقيقة عاملة أغنية فعلاً سجلت مشاهدات خياسية حتى الآن بنبارك لمنا وبنبارك للغزالة كمان وتحس أن المصرين محتاجين بهجة فهي الأغنية دي يعني فيها شيء من البهجة والسعادة فالناس متتلقى في الحقيقة أي حاجة كده لكن خلينا خلينا بعيداً عن الغزالة هو أنت برضو البداية الفلسفية جاية من غزالتك لا أصلاً أنا وأنا بتابع يا أستاذ إبراهيم أشعر أحيانا الإعلام عندما يتناول أمور النادي الأهلي هو فيه غياب عن فلسفة نظام الأهلي فيأخذ الأمور في اتجاه يسطحه فيبتدي يعني يعني مثلاً يعني يتقلك إيه هو مسلماني إيه اللي سمح له بأنه يطلع في الإعلام إيش معنى يعني ما بيسمعش لبقية عناصر العمل في النادي الأهلي لأنه تظهر في الإعلام الموضوع موسيط جداً فلسفة عدم الظهور الإعلامي للعملين في النادي الأهلي جاءت إمتى عندما كان مالوجيسين متواجداً وكان بعض العاملين بالذات في قطاع الناشئين في بداياتهم بيعملوا في الإعلام فكانوا يطلعوا بالليل ينتقدوا أو يحللوا أو يقولوا رأيهم في أداء المدير الفني ليل فريل فما كانش منطقي أن يبقى فيه هذا التناقض وهذا عدم التنصيق فجعل قراءة العاملين في النادي الأهلي سواء في مجالس الإدارة أو في أي حاجة ما يعملوش في حاجات ليه علاقة بالإعلام الذي يختص بالرياضة والتحليل يعني أنت لو أنت صحف أساس إبراهيم سياسي هيجي يقول لك أنت ما أعملوش دعوة لكن أنت حتى محظور عليك استخدام الآلي في هذا الإطار يعني لو أنت صحفي معني بأي حاجة غير رياضة هيقول لك ما تتكلمش وما تتعرضش أو ما تقحمش الآلي في مواقفك الخاصة أو إدولوجياتك هو ده نظام الآلي وده نظامه فلما أنت تبقى بتطلع تحلل في القنوات وأنت تعمل في النادي الأهلي لا ما تحللش الدوري اللي بيع في النادي الأهلي ما ينفعش ما تتناولش جؤون الأهلي الفنية والإدارية ولذلك واحد الشيخ طهما استوعب هذا الأمر وتقبله صحيح هو عايزة اختار العمل الإعلامي لما لأ أنه ممكن حيتعارض مع مكانته رغم أنه كان متطوعا في لجنة يعني مهمة مهمة إلا أنه قال لك لا ده هيسبب لي نوع من التضارب التضارب اللي فيه مواقف قد تحرج صحيح يالنادي الأهلي يتحرج وهو يتحرج البرنامج يعني وهو دي فلسفة استشعار الحرج عند القضاء يبتستشعر الحرج ليه فيه واحد جاري ويشوفوني أنا بسلم عليه عنده قضية عند علاقة ما ما علاقة له طرف القضية يبعد عن الشر وغنيه لكن مش في المطلق النهاردة ما نجل يسمى يطلع اسمه موسيماني بيطلع بمناسبة البطول لتكاس الأمم هو لأيو حل الأمرا لخص النادي الآلي ولا من ناحية الفنية ولا بتكلم على كاس الأمم الأفريقية ومنتخباتها ومنتخباتها وقد ما يكونش فيها يعني أو لا تقتصر على منتخب مصر يعني ها ده حتى جنوب أفريقيا مش موجودة جنوب أفريقيا مش يعني أقصد أقول إيه إن الموقف لجب أن نحلله بمعطياته وفلسفة القرار صحيح وده اللي أنا أصد عليه وبرضو ما سيجي يقولك بسرعة كده هو اختعن الشيء اللي ما بيقدمش للفريق الأول وفين الناشئين فين إيه ده أكتر قطاع ممثل في الفريق وخمسين في المائم من فريق النادي اللي وقته من أبناء القطاع الناشئين ومن أول يعني من من سبع ثمان سمين أيام تريزي جي ثم رمضان صبحي ثم مش عالف مين ثم وكوكة اللي راح يحترب بره وعمر وردة وعديه جه رمضان صبحي وبعدين ورامي ربيعة النهاردة وأكرم وهاني وفيه هاني وفيه الشناوي والجولين مصطفى واسمه حمزة وحمزة جل مهوب جدا على فكر وصغر في السن وغيره من اللعيبة والنهاردة بنشوف فخري محمد فخري بنشوف أحمد عبدالقادر يعني إذن إنت قطاع الناشئين وممكن تبقى تراجع محمد عبد المنعم أو غالبا ولسه فيه عندك أحمد ريان بتتابعه برا إذا لم يقوم المسير إذا الانتاج إذا فيه يعني فيه مرضود من قطاعنا ولكن طبيعة الاحتراف إنك لازم تجيب من أصحاب الخبرة اللي هم عندهم إضافات فنية تتقل فرقتك إنت أهدافك ما بقيتش محلية فيه أهداف إقليمية ودولية صحيح فالتوليفة دي مهمة وده مش انتقادا أو انتقاصا من أحد لكن بفسر هل الكلام ده يعني لو خدنا فلسابة حالية إزايا على الأرض الوحيد ممكن نوصل من المنتقدين نفسهم إلى نتائج مختلفة إذن ده تفسير المفصر يعني الأمور واضحة جدا لكن الغزالة الريئة حابت تأكد عليها نشوف أبرز حلقة من عنوين مقالي ومقاله اعتماد المعتمد والغربال في تأكيد المؤكد للمسي وَلَإِن الخزالة مأن الغزالة رأيًا هنشوف بعض متلسانه إبداع المبدع يا الغزالة من الرير دلوقت والشموة الحمراء عن عمر سلطان باشا لكن أسرار الملك عن الرحالة العاشق وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن خلونا قبل كل حاجة ننعي إلى كل عشاق الكلمة عشاق الصحافة عشاق الكلمة المسموعة والكلمة المرئية ولكل الجماهير المصرية الحقيقة رحيل واحد من الزملاء الإعلاميين المبدعين وصحفي مميز ونابه قدم الكثير من الأعمال التلفزيونية كان له طلة مميزة كان له أسلوب في الأداء التلفزيوني زي ما كان له أداء صحفي مميز الصحفي الكبير والزميل الإعلامي الأساز وائل الإبراشي وائل الإبراشي غادر دنيانا الفانية بالأمس عن عمر يناهز 58 سنة في الأخذ الخامس أنا مغنون كنتش فاكره صغير كده بعد سنة كاملة من المعاناة مع كورونا وتبعاته وائل عليه رحمة الله أصيب في ديسمبر 2020 يناهر ربي يناهر فقعد سنة كاملة في معاناة حصلت مشاكل في الرئة حصلت حصل تليف دخل المستشفى أكتر من مرة وخرج ثم كانت كلمة الله النافذة بالأمس 58 سنة وائل الإبراشي مسيرته حافلة بالعطاء الصحف المميز في روزة اليوسف واحدة من المدارس الصحفية المميزة ثم كانت له تجاربه التلفزيونية اللي تميز فيها سواء من خلال برنامج الحقيقة أو العشرة مساء أو حتى برنامج التساع في التلفزيون المصري وكان في كل واحدة من هذه التجارب بيقدم نموذج رائع وراقي من خلال التحقيق التلفزيوني اللي اشتهر به وائل الإبراشي بالمناسبة وائل الإبراشي مش بس كان حد أهلاوي جدا لا كان لاعب كرة مميز جدا وائل لو ما كانت صحفي كان بقى لاعب مميز لدرجة أنه في شيربين في الدأهلية بلده كانوا بيطلقوا عليه ندى الخطيب والكل في شيربين بيرى أنه لو كانت أتيحت ليه فرصة انتقل لنادي بدر شوية كان ممكن يكون واحد من نجوم الكرة المميزين الموهوبين والي الإبراشي تحدث أكثر من مرة عن الأهلي وعن محمود الخطيب مع شوقي أيضا اللي تشبه به في انتخابات قبل الماضية نشوف جزء من كلامه عن الأهلي والخطيب أنا بتعامل دايما مع انتخابات النادي الأهلي على اعتبار أنها أهم انتخابات ديمقراطية بتجرى في مصر النادي الأهلي كمان انتخاباته تحديدا الأهلي جزء من تاريخ مصر وانتخابات النادي الأهلي بنهتم بيها من زوايا مختلفة ومتعددة الأهلي صانع للبهجة والسعادة يعني والأهلي هو بمثابة قلعة للوطنية المصرية في الشك أن الخطيب كمان الكابتن محمود الخطيب اللي بتكلم بقى عن المتعة وعن البهجة وعن السعادة وأنا بعتقد أن هي هي دي مهمة أساسية يعني كابتن محمود الخطيب من الذين أدخلوا البهجة إلى قلوبنا وأنا قلت أنا من الجيل اللي كان وعيه في السبعينات فاطلعنا لقينة جيل دهبي للكرة المصرية لمسات الكابتن الخطيب بس كنا بنقعد نحلم بها بالليل يعني نقعد نحلم باللمسة دي واللعبة دي والجن ده ولأنها الحقيقة احنا بنفتقد في ملعبنا الآن لللمسات السحرية انتخابات النادي الآلي بالتأكيد كل مصر بيتابعها حتى لو لم يكن أهلويا هتلاقي بيتابعها الآلي لا يحتل بس المكانة في قلوب الأهلوية لا هتلاقوها عند الجميع يعني زي ما بقول لكم بنهتم بهذه الانتخابات هي أهم انتخابات تعبر عن الديمقراطية الاجتماعية في مصر رحم الله الفقيد الغالي وبقدر ما كان يخص مش الإعلام المصري فقط ولكن الإعلام العربي وكان له عشاقه ومتابعيه ومحبيه إلا أنه أيضا بصفة خاصة يخص النادي الآلي لهذه الأسباب كان قريبا من الآلي والأهل قريب منه رحمة الله عليه يعني نستحق أن يعزينا فيه الآخر صحيح عرف الحفل الإفطار من 3-4 سنين لما مجلس إدارة نظم الحفل اللي كان في الصلاة المغطاة تقليل لازم يرجع أبراهيم وقل عليه رحمة الله لما جيه بيقول لي ياه كنت أتمنى أجي هنا من 30 سنة على فترة هو بيلعب أنا كان حلمي أجي هنا من 30 سنة لا وبسم الله ما شاء الله كان ممشوق القوام وصحيته يعني وهذا أمر الله محدش يقدر يعني يناقش هذه الأمور صحيح يعني كل ما كان يراه كان موفور الصحة يعني جسم له بسطة طول بعرضه ما شاء الله لما أصيب بكورونا وكان بيقدم برنامج التساعة مع الإعلامية الكبيرة نجوة إبراهيم فنجوة إبراهيم قالت لما عرفت النوائل أصيب بكورونا قالت سبحان الله ده أكتر واحد كان حريص فينا ده كان ماشي بالكحول يرش على كل حتة هيقعد فيها لكن لا يغني حظر المقدر صحيح أمر الله نافذ رحمة الله عليه ويعني اليوم شيعت جنازة الساز وائل البراشي في مسكة رأسي في شيربين بلد أهلية شيعه كل محبيه وجمهير شيربين وأسرة روزة اليوسف اللي هتنظم عزاء لتلقي أو هتنظم مراسم تلقي العزاء في الفقيد الكبير الأسبوع القادم إن شاء الله في القاهرة لأسرته كل التعازي ولو كل محبيه هذه التعازي والروح وائل البراشي كل الدعوات بالصبر والسلوان بالمغفرة إن شاء الله في أخبار الكورا النهاردة النادي الآلي أعلن رسميا عن انتقال كهربا محمود كهربا إلى نادي هتاي سبور تركي لمدة ستة أشهر والكابتن أمير توفيه مدير التعقدات أعلن عن إتمام عملية الانتقال الصفقة لمدة ستة شهور كهربا قام بتمديد عقده قبل ما يخلص لمدة سنة إضافية كمان دون أي شروط وأكد على ارتباطه مع النادي الآلي ورغبته الشديدة في خدمة الآلي لأطول فترة ممكنة وضع حرص كهربا بإذن الله على إنه يعني مسيرته تكتمل في النادي الآلي ويكملها بالطريقة اللي اتحقق أهدفه وهدف النادي الآلي هي فطرة فرصة للجميع يستطيع من خلالها أن يعيد إلينا كهربا الذي نتمنى طيب علاقة كهربا بالأهلي كانت محل انتقاد كتير الحقيقة لأنه النادي الآلي لما أكد على أنه كهربا لعب مهم كهربا لعب مفيد تم التعاقد معاه بعد ما كان انتقل لتجربة في البرتغال لكن علاقة أو الرؤية الفنية كانت شايفة أنه كهربا من حقه ياخد وقت كافي للمشاركة من حقه يعبر عن قدراته ومن حقه يخوض تجربة جديدة يتم من خلالها إعادة تجهيزه بشكل جاد خاصة أنه عنده تمسك كبير بالنادي الآلي ودي كانت مسألة مهمة جدا ردت بيها على بعض الناس اللي طلعت تطلع حد يقولك يا تارى كهربا دلوقتي نادم على أنه هو لعب في الآلي ونادم على أنه هو ساب الزمالك كهربا رد بكتير على علاقته بالزمالك ودي قصة وانتهت ما احناش معنيين بالدخول فيها أو في تفاصيلها لكن عن علاقته بالآهلي وعلاقته بجمهور الآهلي وامتنانوا بهذه العلاقة وبدفء الجماهير وباستقبالها ليه كان فيه كلام مهم الكهربا قبل بيسافر هو بالمناسبة هو ابن النادي الآهلي ابن قطاع النشئيين صحيح منتقل لإنبي سملة يعني هو عودته لنادي الآهلي عودة منطقية نشوف كهربا بعد ما مدد عقده مع الآهل السنة إضافية قبل ما يسافر لتركيا تحدث عن علاقته بالآهلي وجمهوره نشوف آه ليه رسالتك لجمهور النادي الآهلي جمهور النادي الآهلي ده بقى حاجة تانية خالص أنا مش عارف أقول لكم إيه كان نفسي عمل حاجة كثيرا في النادي كنا عند حصن ظنكم وعلى قد دعموكم اللي انتو دوتوني دوت حتى لو 1% أعمل ايه حاجة في النادي بس والله غزبا عني مش عارف أعبر لهم إزاي بس لو أطولي أن أنا روح أبوس على دماغ كل واحد من جمهور النادي الآهلي على الحب والدهول خلال أسبوعه اللي فات ده أو الفترة أنا عادتها في النادي الآهلي ويمكن أنا ما عملت لهمش حاجة يعني جمهور النادي أهلي ما عملت لهمش حاجة يعني في النادي ما ساهمتش بطولات ما لعبتش كتير فمش عارف أقول لهم إيه بس والله يمكن لو أطولي أن أنا أبوس على دماغ كل واحد فيهم هروح أعمل كده بس دموعك دي أحسن رسالة ليهم مش حكاية دموعي بس عارفة لما حد ديك حاجة وإنت ما عملتلوش مقابل تبقى أصعب حاجة في الدني شوف أنت بتقول أنا مش عارف أعمل لهم إيه لا أنت عارف وأنا حقول لك برضو إذا كان يعني أساعد ترجع لهم كهرباء الذي نتمناه من خلال لاعب مركز قوي في أنه يعمل حاجة كبيرة يستحقها ويستحقها منه النادي الآهلي تستطيع أه تستطيع عايزة مجهود وعايزة تضحية مؤكد مفيش وما نيل المطالب بالتمني كل حاجة عايزة 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 أصرح وعلى فكرة النجاح يصنع من رحم المعاناة ارجع أكثر نجاحا وأكثر توفيقا ارجع لنا كهرباء الذي نراه ونتمناه وأنت تستحق مكانة مؤكد في الكورة أحسن من اللي أنت فيها بكتير طيب بمناسبة كهرباء ومناسبة الاستعداد بقى استعدادات فريق الأهل للمباراة الأولى في كأس الرابط اللي حتكون مع الجونة يوم الخميس إن شاء الله كان الجديد النهاردة يجب سلبية مسحة طاهر محمد طاهر ومحمد فاخري تعرفين الستة اللي كان عندهم كورونا وكانوا خضعين للعزل والمتابعة والعلاج الحمد لله النهاردة ظهرت نتيجة طاهر وفاخري سلبية فبينضموا لتدريبات الفريق ويستمر بقية اللاعبين تحت المتابعة والعلاج الجهاز الفني منح عمار حمدي لعب الوسط راحة سلبية من التدريبات النهاردة وحرص الجهاز على منح اللاعبين راحة بسبب لعمار راحة بسبب نزلة برد تعرض لها ملاش علاقة بكورونا لكن محمود وحيد خاض تدريبات ممفاردة في الجيم بعد شعوره بالإجهاد في مسحة طبية بكرة دكتور أحمد أبو عبلة هيجريها للعبة اللي ظهرت نتجتهم الأولى إيجابية وهم رامي ربيع وياسر إبراهيم وبرستاو ولويس مكسوني وأحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا يعني المسألة مش دراصة انتم شايفين في تسعة موجودين مع المنتخبات لكن كمان هؤلاء اللاعبين كورونا غيبتهم عن التدريبات وغضعين للعلاج والمتابعة نتمنى إن شاء الله إنه النتيجة مع تطلع سلبية باشموندس ويرجع عدد مش قليل إحنا بنتكلم والله بشوف أستاذ إبراهيم محدش عارف الخير فين يعني أن تأتي هذه النتائج في هذا التوقيص يستطيع الأهل أن يتحملها ها حيبقى يعني خسارة بالنسبة لكسر ربطة لكن ربما يعني عودتهم تكون مناسبة في توقيت هنحتاجهم فيه أكتر في كاس العالم للأندية وهو الأهم النهاردة طاير محمد طاير ومحمد فخري ها بالمناسبة محمد فخري ده من قطاع النشي في النادي وهو لعب على فكرة مميز جدا وأعتقد أنه هيكون عنده حسن أظن عند الاعتماد عليه بإذن الله يعني طبعا ربنا يسطر على اللي جاي سواء في الأهل أو في كل الأندية أو في منتخب مصر كورونا على مستوى العالم كالنار في الهشيم والناس عمالة تقول متحور أكثر نشاطا ولكن أقل خطورة أنا يعني مش عارف نعرضة بالمناسبة منتخب مصر وهو في الكاميرون طلعت عينة الأساس جمال علام رئيس الاتحاد سلبية الله إيجابية يعني مليحي ووصل وصل على الحجر الأساس جمال علام عينته إيجابية فتم عزله بقيت اللعبة في المنتخب الحمد لله عينتهم سلبية لكن كمان المغربي بدر بنون نجم النادي الآلي المنتخب المغربي بيستبعده من قيمته وبيستدعي بدلا منه أشرف بن شارقي لعب الزمالك اللي كان مسجل بالنسبة للكاميرون على القائمة الاحتياطية فيه اتصالات طبية ما بين الدكتور أحمد أبو عابلة مع الدكتور دكتور الطبيب للجهاز المنتخب المغربي واللجنة الطبية في الاتحاد الأفريقي في البطولة عشان يتم تقييم موقف بدر بنونوي بيت الجهاز الفني للأهلي يعني هي علاقة برضو لها كورونا ولا إصابة عضلية إصابة لتوابع كورونا حتى الآن لسه ما تمش تشخيصها بيتم من خلال الأطخم الطبية سواء بين الناد الأهلي أو مع المنتخب المغربي نتمنى إن شاء الله إنه إصابة بدر تكون بسيطة ويرجع يستكمل علاجه في القاهرة حسب ما يتم الاتفاق عليه من أو بين الأطباء هنا وهناك كل القائمة الحالية المتاحة للأهلي بقى في كاس الاتحاد أو كاس الربطة على لطف ومصطفى شبير وحمزة علاء خط الدفاع محمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم ورمي ربيع ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمود متولي موجود في قطر بيؤهل لكن خط الوسط فيه محمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجد آفشة وأحمد عبدالقادر طبعا ده شامل حتى اللي عندهم كورونا ومعزولين سوى لويس مكسوني أو بيرستاو أو بقية اللعيبة الموقف اللعيبة زي ما قلتلكم لسه تحت المتابعة والعلاج مباراة الأهلي في كاس الربطة عشان تكونوا متابعينها يوم الخميس والاتنين والجمعة والخميس وراء بعض يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله الساعة اتنين ونص الظهر في ملعب الأهلي والسلام الأهلي هيلعب مع الجونة اتنين ونص يوم الخميس يوم الاتنين سبع عشر عن سبع عشر يناير ما لليعب الإسماعيل اتنين ونص في استاد الإسكندرية يوم الجمعة بعضيها واحد وعشرين يناير هيلعب الأهلي مع المقاولين الساعة خمسة في ملعب السلام ثم يوم الخميس ا attentive آخر مباراة للأهلي في البطولة هتبقى يوم تلاتين يناير البنك الأهلي مع الأهلي ساعة اثنين ونص في ملعب السلام طبعا انا تحدثنا قبل كده عن عزي البطولة واهميتها ايه هي اهميتها بالنسبة للانديع انها بتوفر لها مباريات شبه جادة عشان فطرة التوقف الدولية بالنسبة للنادي الاهلي هي فرصة للاعداد لبطولة العالم للانديع وتجربة حط اسوأ الاحتمالات تشتغل عليه انت محتاج هذه البطولة انك تشتغل بالخطة به اللي هي فيها اسوأ الاحتمالات انك انت قد تحرم في مباراة مفصلية على الاقل هتحدد مشوارك اللي هتتنقل بعد كده لمباراة اخرى لا لا يعني اول مباراة هي مباراة مفصلية فانت لان تروح لها بجهزية معينة بتعتمد على المتاح اه لو جالك دعم بقى من المتوجدين في المحفل الافريقي هيبقى خير وبرك لكن اشتغل على هذا المتاح فدي فرصة ذهبية انك تاخده بهذا المعنى ما تطلبوش وما تضغطوش عشان الجدد الفني يعني يريد نعمل نتائج طبعا اهل المؤهل يعمل بالمجموعة المتبقية نتائج لكن ديكم شايفين حتى المتبقي ماش كامل نتمنى ان احنا نرى يعني الفكر في المرحلة الجاية بيترجم الكلمة اللي انا بقوله ده نتمنى للتوفيق او نتمنى للتوفيق للفريق في البطولة ان شاء الله هنطلع لفاصل وبعد الفاصل ماذا عن اعتماد المعتمد اهلا بحضراتكو من جديد شوفنا الجولة الخبرية السريعة لكن ضربة البداية زي ما تعودت دايما هي مع مقالي ومقاله اعتماد المعتمد مبارح اللجنة الولمبية المصرية بعتت تعتمد ما سبق اعتماده ليه ما سبق اعتماده النادي الآلي اجرى انتخاباته وفقا لللايحة النظام الاساسي للنادي اللي اعتمادتها الجمعية العمومية في ضوء القانون 71 لالفين وسبعتاشر وهو القانون اللي عظم دور الجمعيات العمومية ومنح الجمعيات العمومية للهيئات كلها حرية حركة في انها تحط الواياحة وتكون هي صاحبة الولاية الوحيدة والحقيقية الكاملة على الهيئة اللي بتديرها سواء نادي او التحاد او لجنة اولمبية حد النادي الآلي اجر انتخاباته فاز الأستاذ العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتسكية ثم حدثت المشكلة اللي انتو تبعتوها فجأة لأ كان المفروض والكلام كان مكتوب باللغة العربية يعني حصل اختلاف على تفسير ما هو مكتوب بالعربي وكانت المسألة واضحة جدا في دور الجمعية العمومية للنادي الآلي في سلامة الاجراءات الادارية اللي ادارة النادي اتخذتها وفي الموقف الانتخابي الكامل اخدنا الفترة اللي فاتت كلها ما بين طبعا لجأ الأستاذ العمري فاروق للقضاء الاداري وهنا عايز اقول حاجة لانه فجأة طيل حد من اللجنة المبينة قبل ما يعتمده قال لا كان المفروض تروح القضاء المركز التسوية ما تروحش القضاء الاداري مع انه آلف بق قانون للتوضيح بس في الجزئية دي لو في اي حد رافع دعوة بيختصم اي موظف عام او مسئول حكومي يبقى الاختصاص او المحكمة المختصة هي محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة دي نقطة بدي هي حيثات الحكم اللي طالع من القضاء الاداري لا حيثات اللجنة المنبية لا هرهلك دلوقتي لكن هو ليه الآن لراح القضاء الاداري او ليه الاستاذ العمري فاروق راح القضاء الاداري مراحش المركز التسوية كان بسبب انه الاستاذ العمري فاروق في الدعوة بيختصم ثلاث اطراف بسبب القرار السلبي لامتناعهم عن تنفيذ الحكم واحد وزير الشباب والرياضة بصفته اتنين رئيس اللجنة الولمبية بصفته تلاتة الهيئة او اللجنة الاشرفت على الانتخابات فمدام هنا انت تختصم موظف عام او مسؤول حكومي وهو هنا وزير الشباب والرياضة فالمسار القانوني الطبيعي انك بتروح مجلس الدولة او محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة من هنا كان اتجاه اللجنة القانونية في النادي الالي الى مجلس الدولة لالطالبة اقرأ بعناية قرار اللجنة قالت اللجنة الولمبية امبارح بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 71 لالفين وستاشر وعلى المثاق الولمبي والمعايير الدولية وعلى القرار رقم اثنين لسنة عشرين عشرين الصادر في شأن لقاحة النظام الاساسي لللجنة الولمبية المصرية وعلى القرار رقم كذا الصادر في شأن لقاحة النظام الاساسي للنادي الالي وعلى المذكرة الصادرة من السيد المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي قرر واحد ينفذ الرأي الوارد بمذكرة الرد على التظلم المقدم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية للسيد المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخاب مجلس إدارة النادي ما تحط تحت دي خطين هو بيرجع تظلم لمين لرئيس النادي الأهلي لماذا? لللجنة القضاءة التي أشرفت التي أشرفت واستند في نفس الوقت على المذكرة الصادرة من السيد المستشار رئيس اللجنة القضاءة المشرفة على الانتخابات في شأن تزال مقدم رئيس مجلس الإدارة على خطاب السيد المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وتعادلين حتى لك في الآخر بالمقتضيات الصالح العام تكتشف أن كل اللي اللي فات ده كان من الممكن بديهياً هو ده القرار اللي يظهر في أول لحظة لأنه في الأخير استند على رأي مين وعلى مذكرة مين اللجنة القضائية المشرفة على الاتخابات اللي قالت أنه الأستاذ العامري فاروق حصل على أكثر من 25% من عدد الأصوات الصحيعة ثم اعتمدت اللجنة الأولمبية ما كان معتمداً وهو تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ونائب الرئيس الأستاذ العامري فاروق وأمين السندوق الأستاذ خالد مرتجي ثم أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب الأستاذة محمد الضماطي وحسام غالي ومحمد زكريا سراج وطاري أنديل ومحمد الغزاوي ودكتور محمد شاوي ودكتور مهند مجدي والتحت السن الأستاذ محمد الجرحي والأستاذة مي عاطف فيه تعليق للأستاذ محمد الضماطي على الفيسبوك الآن نستطيع أن نفرح بنتيجة انتخابات المجلس اكتمل المجلس وحيكتمع في بداية الأسبوع القادم بكامل هيئته بعد صدور هذا القرار ويشاكل بقى المكتب اللي بيوضح أن الأمر من الأول على رأيك تأكيد المؤكد وتوضيح الواضح واعتماد المعتمد يعني الجمعية العمومية اعتمدت ويريد ده يكون بداية التأكيد على دور الجمعية العمومية يا جماعة في القانون وفي اللايحة الجمعية صاحبة الولاية الحقيقية الكاملة للنادي بتاعت التخبات المختصة الوزارة واللجان المختصة مسؤوليتها مرأبة ومتابعة سلامة الإجراءات وبالتالي أنت لما بتلاقي فيه خطأ في تنفيذ إجراءاتك المنصوصة عليها في اللايحتك بيكون التدخل حماية للنصوص الموجودة في اللايح وليس بالتغول على سلطة الجمعية العمومية فنتمنى أن هذه الواقعة مهما كانت فيها من أمر غير قانوني لأن القانون قال كده المحكمة قالت كده لو كان فيه متسع من الوقت وقارينا حيثيات الحكم الصادر في أكتر من عشرين ورع تقريبا من محكمة القضاء اللي داري هتقوله على أنه المحكمة بتعظم دور الجمعية وبتؤكد على ما جاء في صحيح قرار اللجنة الأولوبياء لم يقشر إيه لقرار المحكمة هو مش عايز يعتد به كويس يبقى إذن إنت عتدت بتفسير جديد لللجنة القضاء لللجنة القضاء المشرفة بتقشرتها ده كان موجود كان موجود من الأول يعني نتمنى أن يصدل السطر على هذه الأمور وإن إحنا ما ندخلش الدنيا في ديلمة التفسيرات المختلفة المختلف عليها بشكل يعني مش عايز أقول شخصي ما أنا مش فاهم المشكلة بدايتها إيه لكن ما كان أغنانا عن هذا الخلق وهذا الالتباس والحمد لله أنه انتع على خير وفي النهاية لابد أن نشكر الجهات سواء الوزارة أو اللجنة الأوروبية أن العودة إلى السليم العودة إلى السليم ما فيش مكابرة ودي عجبتني جدا يعني مش عشان أثبت وجهة نظري أدخلك كان ممكن يبقى فيه جراءات تعرقل التنفيذ ولكن الحمد لله أن صوت الحكمة تغلب في النهاية والحق نتمنى لمجلس إدارة النادي أولا نتمنى للوزارة واللجنة الأوروبية كل التوفيق في إدارة شؤون الرياضة المصرية نتمنى للنادي الآلي بقى مجلسه شيء للليلة وهو شيء لها وينطلق بمنطار قوة بشكل راسخ بقى ألف مبروك للجمعية العمومية للنادي الآلي قبل ما تكون التهنية للأستاذ العمري فاروق أو لأعضاء النادي أو لمجلس الإدارة في اكتمال تشكيله القانونة عشان يبدأ ممارسة مهامه لكن التهنية المستحقة هي للجمعية العمومية لأن الجمعية العمومية هي اللي ضربت هذا المثل الرائع في وضع لايحة نظام أساسي منضبطة ومسؤولة خلت النادي يسير بقانون واضح جدا وحتى لما بيختلف على بند من بنوده وبتروح المحكمة المحكمة بتنصف اللايحة ومن ثم الإنصاف والتهنية للجمعية العمومية للنادي الآلي ده كان كلام مهم في تأكيد المؤكد أو في اعتماد المعتمد لكن يبقى هناك كلام كثير في الغربال هو كمان في تأكيد المؤكد ليه لأنه بعض الناس حبت في الفترة الأخيرة تحط حاجات ضد بعضيها ما هيش ضد بعضيها خالص ده هي مكملة لبعضيها بل داعم لبعضيها إلحق الأهل ومنتخب مصر منتخب مصر في البطولة طب جمهور الأهل رأيه إيه طب الأهل هيلعب في كاس العالم للأنديب مين وبدأت تحط حاجات في ميزان المقارنة ما هواش موجود إلا في عقول المرضى المرضى اللي حابين يدفعوا بالنادي الآلي في تضاد مع مصلحة وطنية عليا كان الكابتن محمود الخطيب في الإمارات ولما سئل عن هذه المسألة في المنتخب وهذا العلاقة ما بين الأهل والمنتخب والمصلحة للعليا تحدث الكابتن محمود الخطيب في تأكيد المؤكد نسمعه بالنسبة لكاس العالم والأنديب أعتقد ده تضارب يعني طبعا مصر قبل كل شيء هنحاول بقدر الإمكاني أن يكون فيه جهاز فاني يتواصل مع اللعبين باستمرار أتمنى التوفير لبنتخبنا طبعا وفي نفس الوقت للنادي الآلي الفترة اللي جاية إن شاء الله المشكلة مش فيه التضارب المعيد المشكلة فيه أن اللعيب بتاعتك أو معظم لعيبتك هيكونوا برا التعامل مع الجهاز فاني بتاعك لمدة شهر فده يمكن أي أمر تكتيكي وأي أمر فني ما أعتقدش أنه هو هيبقى مناسب إنك أنت شهر بعيد عنك وبعدين تجي بقى تحول بعد يوم واحد تدخنوا في نفس الإطار التكتيكي أو الفني اللي أنت بتفكر فيه الأهم من ده كمان إن اللعبتنا أو لعيبة مصر كلها بس لعبتنا عشان ندخن على بطولة تانية إنك أنت هيطلع من بطولة صعبة جدا بطولة محتاجة تركيز زهني ونفسي وعصبي وبدني كل الكلام ده محتاج أنه بعديب 24 ساعة ولا 48 ساعة يدخل بطولة تانية بنفس الكدرات وده هيبقى صعب ولكن عندنا أمر كبير في لعبتنا وفي جهازنا نفن إنه هما إزاي يعني يتلموا كويس قبل البطولة إن شاء الله وده اللي إحنا بنقوله لما تستمع بشكل موضوعي بمناخشة ونظرة موضوعية لوجهة نظر النادي اللي قاله حتسمع الكلام ده وإحنا كنا نوهنا إلى هذا الكلام قبل كده قلنا المشكلة مش مشكلة إن حتى يرجع لك اللعبة دي بأجسادهم وتقول إن الفريق اكتمل مش هيبقى مكتمل لأن حيرجعوا نادش الكلام اللي قاله كابتو خطيب بقاله مش عارة ما تعاملوش معنا جايين من أهداف على أهداف جديدة برضو مهمة جدا بحالة نفسية بحالة بدنية والله أعلم ربنا يحمينا من الإصابات سواء الصحية أو العضلية أو أي إصابات هذا هو التشريط اللي فيه فريق نادي اللي قاله وبيلعب وما كانش الحل أبدا على حساب مصر لم يطلب أحد لهواة الاستياد في الماء العكر كما تم تناوله حتى من بعض المسؤولين إن لا صوت يعلق عن المنتخب مؤكد لا صوت يعلق عن المنتخب وده كان كلامنا لأن الحقيقة الصورة الزهنية التي صدرت حتى للقائمين على تنظيم البطولة في الكاميرون لما تشوف ميلا رغم أن كل الناس يعني مش موافعة للقاله لأنه كان فيه غلو وتزايد منه على دور الشمال الإفريقي لكن مهم مواقف للمسؤولين بدأ وكأنها حطت أولويات للاتحاد الدولي والأندي الأوروبية على حساب بطولة تحتاج الدعم أولوياتنا في أفريقيا أولوياتنا في أفريقيا أولوياتنا مع المنتخبات وهو ما أكده الموقف المصري والنادي الأهلي بمسؤوليه تملي أنا برجع أكد على هذه النقطة التي أكد على رأي أستاذ إبراهيم الكابتل الخطيب يؤكد المؤكد لكن هذا كلام للأسف الشديد الذين صدروه ما عملوش حساب لردة الفعل اللي بيدفع تمانها النهاردة شوفنا المنتخب الجزار حسنل شوفنا المنتخب مصر نفسه بيتعرض لهتفات عاملة زي العقلاء فقط هم الذين يتولوا القيادة في اتجاه الأهداف أما أولئك الذين يعملون لصالح أهواءهم وجندتهم الشخصية الحقيقة ربنا ما يسمحهمش ليه ربنا ما يسمحهمش لأنه الحقيقة النادي الأهلي لما بيقوم بدوره في خدمة وطنه وخدمة المنتخبات الوطنية وبيقد رسالته على أكمل وجه بكل الانضباط وكل المسئولية وكل الاحترام وكل التأدير وكل المراعاة لحدود المسئولية العامة ما اعتقدش أن أي منصف بيتابع أداء النادي الأهلي إلا أنه يقوله شكرا على مسئولياتك على انضباطك على أداءك لدورك على خدمتك لمنتخبات بلدك على رعايتك لشباب بلدك على إرسائك لكل هذه القيم وتعزيز الروح الرياضية في الملاعب كلها ما اعتقدش أن فيه شطط أبداً شفتوه من مجلس إدارة النادي الأهلي ومسئول النادي الأهلي أبداً ما اعتقدش سمعته كلمة خادشة للحياة أو مسيئة أو معيبة في حق أحد ما اعتقدش أبداً النادي الأهلي تسبب فيه تصدير لفظه واحد خارج إلى الرأي العام على الإطلاق كان الحرص الدائم ولا زال وحيكون لأنه هي دي سوابة النادي وهي دي مسئولياته وضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار كابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم في الإمارات لمراسل العين الإماراتية فبيأكد على أنه لا مصر أولاً مصر قبل أي اعتبار إذا كنا بنتكلم بنتكلم على الصعوبة فنية يدركها الفنيون لأنه أنت لما تتيجي تلاقي بطولة بتنتهي أنت اللعبة موجودة وملعبة عددهم كتير البطولة لضمة في بطولة آه في تضارب أنت مش هتعرف تجيب اللعبة من الأول بس كمان الجزئية الفنية أنه اللعبة بعيدة عنك طوال هذه الفترة بعيدة عن المدرب المختص ورغم كل ده لا الأهل خلف المنتخب الأهل مع المنتخب الأهل مساند لمنتخب بلده ومحدش يزايد في المنطقة دي لأنه محدش عمل حاجة للمنتخبات الوطنية أكتر من النادي الأهلي فأرجوكو شيلوا من أوهمكم ومن عقولكم محاولة طرح المعادلة بهذا الشكل مش معقول حد بيقدي دوره بكل هذه المسئولية والانضباطية ثم يتعرض للتلسين ومحاولة الإيقاع المساء الواضحة جدا منتخب مصر لكل الدعم لكل المساندة لكل العناصر وربنا يوفقوا إن شاء الله وياخدوا البطولة لكن الأمور الفنية هي بتقتضي من الفنيين مناقشتها بالشكل اللي أشار إليه الكابتن محمود الخطيب حقول لحضراتكو بالنسبة للمنتخب موعيد مباراةنا بقى إن شاء الله تعالى إن شاء الله المباراة الأولى المهمة جدا بكرة الثلاثة الساعة ستة مساء مع نيجيريا ودي مباراة في منتهى الأهمية في ظل القوى الموجودة في المجموعة تقريبا هي المباراة اللي ممكن تحدد صدارة المجموعة دي إيه لأن المنافس المباشر لمصر في المجموعة نيجيريا خلينا نكون صرحة لأنها أقل من السودان وأقل أفضل من السودان ومن غينيا بيساو غينيا بيساو والسودان مصر تلعب مع غينيا بيساو الساعة 9 مساء السبت ومع السودان الشقيق إن شاء الله 9 مساء الأربع يبقى 6 مساء الثلاث نيجيريا المطشين اللي جايين هيبوا الساعة 9 غينيا بيساو السبت والسودان يوم الأربع بشمونس شوفوا أنا طبعا يبدو على الورق كلام ده ناجيريا ومصر في ليفل والتصنيفات الأخرى ولكن الواضح حتى من ما تقدم من مباريات ونتائج ما بتقولش كده بتقول أن المستويات قد تشهد مفجأات كادت بوركي نفسه أن تفعلها كاميرون احتاج لضربتين جزاء عشان يستطيع نتجاوز هذه الكابو كاميرون بفريقها اللي هو بطل النسخة السابقة واللي هو بيلعب على أرضه ومنظم بالبطولة أيضا الرأس الأخضر يعني الناس قد ترى في نتيجته بالأمس مفاجأة ولكن احنا قلنا أن الرأس الأخضر مؤهل أن يعمل هو أفضل من أسيوبيا ما تعرفش لكن أنت أنا النهاردة أنا معرفش انتهى على إيه أنا لحد وأنا جاي هنا كان السنغال وزنبيا كان بيلعب كان السنغال وزنبيا خلص إزاي أعظونا صفر صفر خلص النتائج أه بحد يبلغنا بس النتائج لأن كنا في الطريق أه فأعتقد برضو كان ماتش مزعج يعني ما كانش ماتش سنغال اللي هو الناس بتحط بتعتبر المرشح الأول للبطولة وصاحب أعلى تقييم مادة في البطولة قيمة لعبته المغرب فاز على غانة 1-0 طيب بصعوبة لكن المغرب وغانة منطقي المغرب وغانة منطقي لا الماتش اللي قابليه بقى السنغال فاز على زنباب 1-0 برضو 1-0 بصعوبة شديدة جدا لأن الحد ما كنت نزلت كان الموضوع مش سهل إذن هي نتائج منطقية ولكنها تمت بصعوبة هتجدها هذه الصعوبة في 1-0 في 1-0 في 2-1 مفيش لسه نتائج الحاسمة الكسحة فنرجل فريقنا بإذن الله وإن كنت أنا منزعج أستاذ إبراهيم من حاجة ابتدت تبان كيروش كيروش ايش بقولك بتعلم بسرعة تكررش أخطاء يعني كيروش لما قال أنا جاي الكس العالم وقلنا له يا عم أنت كده بتدي عذر اللي لعبتك إنها ما تاخدش الأمور بالجدية إلا في طر دي بطولة بطولة إعداد كنا خافين لما تيجي تشوف كابتن الفريق وهو يقول لسنا أصحاب الحدود الأوفر ولكننا سنبذل الجهد أنت شاعر أنك أنت مش صاح بالحزوز الأكثر مهما قلت هنبذل الجهد كيف تستطيع أن تستدعي مقومات الفوز مقومات الانتصار نتمنى أن دي تكون منورة مهما ممكن محمد صلاح بخبراته يكون بيناور بالكلام ده خليكم نايمين كده وتعتبروا مصر مش مرشعة لكن إحنا واخدنا جد نتمنى أن يكون هذا هو الوضع لأن الحقيقة مصر بتاريخها ده إحنا الدولة المؤسسة يا جماعة إحنا الدولة المؤسسة طيب أقول لكم حاجة إحنا الدولة ها اللي منتخبنا ومنتخب القرن مش كده ولا إيه ولا كان مين ها قرن لا كان غانا الكاميرا 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 احنا كنا أصحاب الأكثر فوزا إنما في البطولة دي تحديدا أنت عندك الرقم الكياسي في الفوز بيها أنت عندك الرقم الكياسي في الفوز المتتالي بيها محدش عمل ثلاث لا ما هو أنت الخارنة ده كان قبل ألفين بعد ألفين إنت المتصدر لأنه بثلاث مرات فوز ومرة نهائي بس هي أصلا التصنيف بيتاخد تصنيف العالم وحاجات تانية كل ده فاهمه إنما خلينا في كاس الأمم أنا عايز أقول إيه ده اللي أنا عايز أقوله أن الكاميرون هو المنافس بتاعك على هذا التصنيف التاريخي هو الكاميرون وبيلعب في ملعبه زاد إن الجزائر يعيش حالة من التواهج صحيح الثلاث سنين الأخرانيين عنده أكتر من فريق استطيع أن يحقق الفوز المغرب وتونس يعني فرق السنغال ما نقدرش نقول إن السنغال ومالي مش فرق تقيلة مع ناجيريا وغانا دي قوة كوروية تقليدية فمصر آه لن تتحط فوس دول ما تتحطش بعد كل دول وده رهن رهن لعبتك مقتنعة بإيه مقتنعة إنها تقضيها ما هو إحنا اللي شفناها في البطولة الأخيرة هنا في مصر ما كانش يرضي عدوة لحبيب حقيقة يعني تبقى بطولة في أرضك واللعبها مشغولة بأمور انضباطية وإدارية ورجع من كاس العالم وهي كانت مشغولة بأمور إدارية وانضباطية وتسافر الآن تحط عليها أمور فنية بالإضافة إلى الظروف الصعبة الثانية نتمنى إن إحنا يعني دايما من رحم المعاناة تولد الانتصارات وأن يكون هو الموقف كده حيبان في ماتش نيجيري عن يعملين طيب كيروش بقى زي ما المهندس عادلي قال تصريحاته النهاردة هو ومحمد صلاح قال خلاصة تصريحاته أنا طموحي في البطولة بسيط تفضل وده كلام ليه عم قالك الفوز بسبع مباريات وبالتالي الفوز بلقب كاس الأمم من الشرف والسعادة إن إحنا نبدأ البطولة بمواجهة أمة كروية كبيرة زي نيجيريا شايفها أمة كروية وهي فعلا كده قال كمان كارلوس كيروش طموحنا بسيط للغاية وهو الفوز بكل المباريات وإحنا وفقين الطموح ده لدي خيارات جيدة للغاية في فريخي لدينا سبع مباريات نلعبها استراتيجيات لنطبقها في الملعب ده ده كلام كارلوس كيروش لكن تعالوا نشوف محمد صلاح بالصوت والصورة أليه في الكامر ده أنا شايف إن إحنا بنجحس كويس الفرقة نعتبر إحنا في مصر بنبني كل شوية بنبني فرقة فجبنا موجود مدرب جديد مقادي أداء كويس مع الفرقة وصلنا بشكل كبير للماتش حراس مثلنا للماتش البلاي أوف لقاس العالم فاللعيبة هيدو كل مكان بتبصوا كيف تلاقي فيه لعيبة جديدة كل سراتين بتظهر لعيبة فأنا شايف إن الفرقة فيه سكة دمية في المية جايين نحارب إن إحنا نوصل لنهاي البتولة ونأخذ البتولة إن شاء الله لكن ما قدرش أقول إن إحنا مرشح الأول بس ما قدرش أقول برضو إن إحنا مش هنطلع كل اللي عندنا عشان خاطر نفسينا وعشان خاطر نسعد الناس في مصر إن شاء الله نعمل حاجة كويسة ونرجع بالكاس بس أنا متفائد وشايف إن الفرقة عندها سكة إن شاء الله لا أكيد ببساطة إن أنا موجود في جالسة أحسن الثلاث العيبة يعني شوية بتبديك إحاق إن أنت بس بس لما تقول بتكلم المجهود السنة اللي فاتت وبالسنة دي برضو فأكيد كنت مبسوط إن أنا كنت موجود فيها أفتكر إن أنا لها الحق إن صغط لنفسي بس أنا ما صغطت لنفسي بس أفتكر المدارب برضو ممكن كون صواطلي بس يعني هايبان هايبان كله هايبان سوى بزيره بمتيجة هايبان كمان شوية لا طبعا الكلام كده مش مقلق مقلق في إيه بقى حلل بقى الكلام اللي بيقوله هو بالنسبة له شخصية كونه بقى يقولك بإذن الله وحنعمل لازم يقول كده لكن يمنيجي يقولك إيه إحنا كل شوية كل شوية بنيبني فرقة جديدة هذا يشير إلى تخبط في سياسة المنتخب أيبا أيبا يعني هو تقدبا ما بيقولش كده لكن هو شعر بكده البودي لانججي بيقول كده تعبيرات وشه إحنا مش في أفضل الحجوز لكن حنعمل اللي نقدر عليه وبإذن الله نكسب دي أمنيات لكن هو بيشير كده إلى إيه إنه مش سعيد بالتجربة الكتيرة دي وبعدين أنت النهاردة لما تيجي تشوف بقى حقيقة المنتخب اللي متواجد بنسبة 90% ما عادة ما عادة طارق حامد وقفشة ما فيش حد تاني تقدر تقول ليه ما ضمتوش طبعا ما كان من الأول خدت الكيان ده ما عادة المحترفين في الخارج بالإضافة إلى طارق حامد وقفشة يمكن تحتاج حد منهم في البطولة العربية كنت استعديت المكابرة بقى أنا حابني وحاعمل واسوي وترجع تجيب ما هو الراجل هو هو محمس حد صلاح يكاد يقول كده بس الراجل يعني في حدود دوره يعني هو كراجل محترف بيقول لك إحنا غيرنا كتير وكل يوم بنغير ولكن إحنا بإذن الله ورغم كده مش عارف إيه ما إحناش أصحاب الحدوز الأوفر ولكن حنعمل اللي علينا الأمل إنك تعملوا اللي عليكو لأن لو عملتوا اللي عليكو عندوكو كتير لو عملتوا اللي عليكو عندوكو كتير آه كيروش النهاردة فهم العقلية المصرية بقى وعرف إن إحنا مش قابلين منه إنك تيجي تجرب فينا إحنا مش دولة صغيرة قال لك أنا عندي سبع مطشات هو ابتدع عندي بطموح صغير إنه فوز في سبع مطشات بقول لي فوز في سبع مطشات يبقى أخذ البطولة هو رقصنا أنا وأنا قاعد دلوقت لأن أنا قلت آه حيبتدي قول بسيطة آه فماشي عمي كورش ونبي يا رب تكون قصدك إنك إنت تمرجحنا شوية وعندك حاجات تعملها بس يا محمد عليك دور بقى محمد زيال صلاح يا مو يا كبير أنت مصنف آآ خلي بالك منتخب مصر شوية لو أنت بتحقق مع النتائج اللي بيحققها ميسي في الفترة الأخرانية مع الأرجنتين ورونالدو مع البرتغال مؤكد إن أنت حظوظك حتزيد جدا جدا كأفضل لعب في مصر وانت تستحقق أحسن لعب في العالم أحسن لعب في العالم أنا قلت في مصر مصر مهي مصر هو العالم المرادف للعالم كيروش واخد بالك إنت شوية آآ لا يعني أنا مصري اللي هام يعني أحسن لعب في العالم وهو ده أمنيتنا وانت لما طلعت التالت على العالم يا سلام إحنا مصر كلها طلعت التالت على العالم في كرة القدم مصر تستحق من أبنائها أن يورونا أمارة لأ المرة دي سيبوها علينا احنا بقى وهي على فكرة هو حلان ننسبها عليكم ده كلام مهم جدا لانه الحقيقة العبارات بتاعة محمد صلاح فيها انتقاد مبطن شوية في جزئية واحنا كل شوية نبني منتخب وده كلام ياريت يكون مسموع لدى المجلس الجديد لإدارة اتحاد الكورة بالذات لانه خلاص انت ما عندكش مشاكل الدوري سبتها للربطة معنية بيها عندك المنتخبات الوطنية وعلى او في القلب منه المنتخب الاول ياريت نستقر ياريت يكون عندنا رؤية واستراتيجية سبتة مش معقولة كل من غير مدرب ييجي يهد ويبدأ من الزيرو يمشي ناس ويجيب ناس ونفضل مفيش استراتيجية مفيش ابدا خطة لبناء منتخب قوي مفيش الشغل اللي الجزائر بتعمله انه عندها اكتر من منتخب مفيش استقرار نتمنى انه عنينا كتير في لجانة للتطبيع الموظفة من الفيفا انا الاوان مع مجلس ادارة جديد اتخفف كاهله من الدوري ومشاكله وبقى عنده وقت كافي جدا انه يبدأ يخطط للكورة المصرية صح المنتخب يتعمله استراتيجية واضحة تكون فيه عناصر سبتة يكون فيه خطة واضحة جدا من العناصر الدولية ومن ضيعش الوقت لان كل مشكلتنا تتاح لنا فرصة فنستهلك عناصر ونضيع الوقت ونرجع نشتك من قلة الاعداد رغم ان كان عندك فرصة تثبت التشكيل مع غياب المحترفين فقط كان ممكن تستفيد بدل التجارب اللي كتير قوي استهلكتها في ان احنا نشوف لعيبة محلية كتير وسبت العناصر اللي كان ممكن تاخد فرصة كافية كل اللي اتبعت بيه من الليلة دي مرموح للتكتيك والشكل الافضل لكأس الامم الافريقية اللي محمد صراح قال بنسعى بقوة للفوز بيها ان شاء الله بالمناسبة بكرة مباراة مصر ونيجيريا هيديرها الحكم بكاري جسامة هو اللي هيدير هذه المباراة الجنبي بكاري جسامة لكل الناس فاكراه هو بكاري جسامة ده مكتوب لنا على البطاقة بيطلع لنا في الباقة المنتخب عنده ذكريات مع هذا الحكم ادر من قبل ست مباريات لمنتخب مصر فاز في اربعة وتعادل مرة وخسر مرة واحدة قلتلكوا انه مسحة لعيبة المنتخب الحمد لله سلبية لكن جات فقط في الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد ورئيس البعثة نتيجته ايجابية ومن ثم تم عزله في الكاميرون النهاردة غينيا كسبة ملاوي واحد صفر النهاردة يوم الواحد صفر غينيا كسبة ملاوي واحد صفر وهي نفس النتيجة اللي المغرب فازت بها على غانا والسنغال فازت بها على زنباوي وبتتلع مباراة الجابون مع جزر القمر واحد صفر حتى الان للجابون بكرا ان شاء الله زي ما قلتلكوا مباراة مصر مع نيجيريا ساعة ستة ساعة 3 الجزائر مع سيراليون الجزائر وسيراليون الساعة 3 مصر ونيجيريا ساعة 6 مباراة الساعة 9 مصر ونيجيريا برضو مباراة الـ 1 صفر بالداله المصر ان شاء الله الجزائر ممكن نشوف بقى اسقين بسيراليون وفي الختم بكرا 9 مساء هتكون المباراة التانية في المجموعة بتاعتنا سودان مع غينيا بيساوي ده الثلاث مباريات بتوع بكرة لكن في تأكيد المؤكد مصر فوق كل الاعتبارات والنادي الاهلي دايما وابدا الأكثر حرصا على خدمة وطنه ومنتخباته هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم جديد يمكن من أهم الأحداث اللي حصلت في البطولة في كاس الأمم الأفريقية حتى قبل الافتتاح وأثرت على الأجواء والناس كلها بتتكلم عليها الاعتداء على ثلاثة من الصحفيين الزملاء الجزائريين في يويندي ويأصدر الاتحاد الجزائري فاف بيانا عبر فيه عن استياه الشديد عقب تعرض عدد من أفراد البعث الإعلامية الجزائرية للاعتداء الجسدي وسرقة أغراضهم بمقر إقامتهم بمدينة دولة الكاميرونية الاتحاد الجزائري ندد في بيان عبر موقعه الرسمي بالاعتداء اللي وصفوا بالجبان واللي وقع في اليوم الافتتاحي لنهايات كأس أمم إفريقيا رغم إقامتها تحت شعار الروح الرياضية والأخوية داخل الملعة أضاف البيان أن الصحفيون إسماعيل محمد إمقران ومهدي ضحاك ومحمد عساني المتواجدون بدولة لتغطية فعاليات كأس الأمم وبالضبط مباريات المنتخب الجزائري في دولة تعرضوا ليلة الاثنين للاعتداء بمحيط الفندق الذي يقيمون به ما خلف إصابات جسدية طفيفة مع سلبهم بعض الأغراض الشخصية من بينها هواتف من نقالة وجواز الصفر وتابع الاتحاد الجزائري أنه تواصل مع مدير الأمن المعين للبعثة الجزائرية وهذا الأخير اتصل بمسؤولي الأمن على مستوى مدينة الدولة ما سرع من تنقلهم إلى الفندق للاستعلام عن وضعية الصحفيين الجزائريين وفتح تحقيق حول الحادثة ده بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من جانبه رد ونشر عبر موقع الرسمي بيانا رسميا بشأن هذا الحادث وأوضح الكاف في بيانه أنه بيقوم بالتنسيق مع السلطات الحكومية الكاميرونية لفهم تفاصيل الحادث خاصة أن الواقعة مازالت قيدة للتحقيق لدى الشرطة أشار الاتحاد الأفريقي إلى أنه يتواصل مع الصحفيين الجزائريين المعتدى عليهم أيضا لفتا إلى انتظار تقرير مفصل عن الواقعة يضم أقوال كل الأطراف شدد الكاف في ختام بيانه أنه يعتبر سلامة وأمن كل فرد يحضر كأس الأمم من أولوياته مع التأكيد على نشر مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة خبر طبعا بقدر ما هو مؤسف بقدر ما يلقي بظلاله على هذه البطولة ويوضح أن الإجراءات الأمنية محتاجة تكون أكثر سرامة خاصة في عقاب بعض التعليقات الغير مسؤولة لأنه أنا بقول دمالي هي دي تدعيات التعليقات الغير مسؤولة ولكن ما نقدرش نعلق على حادث نفسه لأنه قيدة البحث والتحقيق لحد ما يطلع شيء رسمي يوضح وأن كانت فكرة يعني لو إن دي سرقة تقليدية يبقى بنسرق فلوس وبنسرق هواتف لكن سرقة الباسبورات بتاخدها ربما يبقى وراء خلفية بالإضافة إلى السرقة التقليدية أن فيه حاجة يعني اللي سرق الباسبور ده هيعمل بي إيه؟ هل هي مضايقة؟ هل هي نوع من الرسالة؟ يعني ننتظر ونشوف يعني لكن بنقول بقى أعتقد أن أول تعليمات أنا لو رئيس بعثة في مصرية أول كلمة لازم أقولها ما منوع الخروج برى الفندق والتجول إلا بشكل جماعي كامل عشان حتى لو أنا معايا أمن أو خلي الأمن الكاميروني أساهل مهمته إنما الشرزمة دي صعب تأمنها أنه دول يخرجوا مع بعض ودول يخرجوا مع بعض وتوقيت الحادثة مهمة هل هو بالليل ولا الصبح ولا الظهر ولا إمتى نتمنى أن لا تتكرر ونتمنى النجاح لهذه البطولة لأن الحقيقة الكاميرون العالم كله بيبص عليها ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله يفتكر ده منفصل عن الأجواء اللي خلقها تصريح روجي ميلا عن الشمال ما هو تصريح روجي ميلا نفسه بيعكر العياق أولا هو تصريح غير مسؤول أو غير مسؤول خالص وفي نفس الوقت هل هو ضمن شعور عام ولا بيمثل نفسه ما فيه ناس كده تتطوع أنها تاخدك في شطط علشان اللي ما تبعش التصريحات جماعة روجي ميلا النجم الكاميروني كان انتقى الدول الشمال الإفريقي وقال لك أن هم لو أوروبيين يلعبوا في أوروبا لو مش عجبهم أفريقي يلعبوا في آسيا لكن مش حاسين بينا وبمشاكل القرى متصدرناش الفوضى يعني التهامن بتصدير الفوضى خصوصا للمغرب ومصر اختصون بالإسم يعني التصريحات أرجو أنها تقتصر على شخصه ما تكونش شعور عام أو شعور حتى تسلل إلى المؤسسات الرسمية لأن هذا غير حقيقي يعني مصر مؤكد كان لها مصلحة أن البطولة دي تقام إحنا لما كابتل الخطيب كلامه بيوضح كده النهاردة بيقول إحنا كلامنا أن البطولة في كاس العلوة دي هي اللي كان تتحرك ما ينفعش هذا التدخل لأن حتى لو رجعونا لعابتنا لقدر الله يعني نتيجة إخفاقات مؤكد رجعين منهكين بدني وزهنيا الأهداف مختلفة طب أنت بتمتحن باللغة الإنجليزية رايح تمتحن باللغة الفرنسية مثلا حتى لو عدتوا جيد اللغتين لكن علامات ما تخرج من المدة تخلش في المدة ومع زميلك اللي بقى لك مدة ما تمرنتش معهم وتبتدي تسمع كلام جديد بتكلفات جديدة بأهداف جديدة من مدربينك عايزة وقت يعني ما عرفش هيتعالج لحد مش بيلاه حل ولذلك أنا بروح بقى بواقعية على الخطة به إعداد السكواد اللي معايا باعتبار أنه ربما أحتاج أن أعتمد عليه بشكل رئيسي في هذا الأمر حتى الآن لا شيء واضح على الإطلاق لكن عايزة أقول لكم أنه آخر حاجة أنه الاتحاد الأفريقي رفع قيمة جوائز كأس الأمم الأفريقية كانت البطل بياخد أربعة ونصف مليون دولار النهاردة الكاف بيعلن منذ قليل عن رفع قيمة الجائزة للبطل إلى خمسة مليون دولار الوصيف هياخد اتنين سبعمائة وخمسين ألف اتنين مليون سبعمائة وخمسين ألف دولار الفرقتين اللي بيلعبوا في نصف النهاية كل واحد ياخد اتنين واثنين من عشرة مليون دولار وفرق دور التمانية هتاخد كل واحد مليون مية خمسة وسبعين ألف دولار عيب مناخدش على الأقل اتنين واثنين من عشرة على الأقل يعني ليه ومناخدش الخمسة يا سيدي كويس أنا هعمل زي محمد صلاح لو خدنا اتنين واثنين من عشرة يبقى أنت حطيت درجة النجاح يعني عدت بدرجة مقبول عايزة أنت بقى تاخد التميز خد الاثنين سبعمائة وخمسين أو الخمسة يا إما تكمل المبلغ ده من كرش طيب الزمنة في الإعداد ببلغوني دلوقتي أنه روجي ميلة منذ قليل طلع تصريحات بيعتذر فيها عن تصريحاته السابقة وبيعتذر على وجه الخصوص لمصر والمغرب عن هذه التصريحات اللي صدرت منه هو شاف نتيجي وبيقول أن هي أصيف أهمها الشمعة بتاعت أصيف أهمها والترجمة غلط وما كانش أقصد لكن ما علينا التصريحات كانت واضحة وصريحة لكن الاعتذار في حد ذاته وما قبول وما قبول عشان تعدي الأمور وعشان إحنا مش منحمي يا جماعة محتاجين وحدتنا أفريقيا لو اتحدت قوة قوة جمدة جدا وبعدين أنت كبتن ميلا يعني أنت بتكلمنا في بطولة مصر عملتها يعني مصر لما بدأت تتجه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لأفريقيا كان تأسيس الاتحاد الأفريقي بهذا الدوافع اللي المهانس بيتكلم عليه قوة القارة وحدة القارة ولما حبت تعمل كاس الأمم الأفريقية في سبعة وخمسين البطولة فكرتها من مصر الكاس تصدعت هنا في خان الخليلي الاجتماع كان هنا في شارع الشواربي كل حتى القائمين على البطولة فروم إيت وزيد جبت منين أننا عاديين نلعب في أسي وروب فمين قال أن مصر اللي أنشأت البطولة ودعمت دول القارة على التحرر والاستقلال وأخذت على عاتقها مهمة أنها تساعد دول القارة الشقيقة والحبيبة على التحرر والاستقلال نزايد على دورها دلوقتي أبدا أعتذرها عشان خطري الموضوع الأكثر حكمة وكياسة نقولك خلاص يا عم في منك غلط وأعتذرك مقبول تعدي المرات لازم تعدي نتنى كل التوفيل لأنه فعلا إقامة البطولة ونجاحها هو تأكيد على دور مصر الرياضي في القارة السمراء وعلى استمرار كأس الأمم فيما جعلت من أجله مزيد من الوحدة مزيد من التآخي مزيد من اللحمة بين دول القارة المختلفة ده كان أبرز ما لدينا في الغربال لكن يبقى هناك كلام كثير ب بعضمة لسانه إبداع المبدع ما أنا أقول لكم كلها النهاردة في تفسير المفاصل غزلت المهندسة عدري رائعة هو أنا اللي حطيت جاي من البيت لأنه منا روّقت غزلته قوي النهاردة إبداع المبدع عدري مهندس النادي الأهلي بإبداعاته بما وصل إليه من أداء داري متميز بالمجموعة الاقتصادية اللي حققت شيء من الدعم والتمويل الذاتي في عز أزمة كورونا العالم كله بيهتز اقتصاديات الأندية بل الدول بتتأثر بالجائحة لكن إبداع النادي الأهلي جعله مستحقا لجائزة الإبداع جائزة محمد بن راشد المكتومة باش ونص هي جائزة بتفصل نفسها إنك لازم تروح لأفكار جديدة ما تستسلمش للأزمات كيف تخرج من الأزمة بحلول جديدة تضيف إليك ما تاخدش منك هكذا هذا ما فعله النادي الأهلي فاستعقع عليه الجائزة والجائزة فصرت نتيجة لفكرة الحزمة الإقصادية التي أضاف بها مجلس الإدارة بقيادي الكابتن محمود الخطيب خلال الدورة الماضية رافض مهم جديد إلى إرادات النادي الأهلي استطاع من خلاله إنه يتجاوز أزماته المادية وهنا بنقول للناس يا جماعة ما تستنوش إنكوا تفكروا والأهلي بيعمل كده وبيطلب من الدولة إنها تساند إنشاءاته لأنه عنده كل واحد يجي يقولك ميزانيتك أدي كده وتعمل عرضات طب مسؤولياتي طب ما هقدي كده وأدي كده وأدي كده وأنا بضيف إلى البنية التحتية للرياضة المصرية والملاعب المصرية ووووه منشاءات لصالح الرياضة المصرية فمسألة أن يعامل النادي الآلي بهذا العدل وهذا المعيار وهذه الموضوعية هذا التقدير هو نوع من التأكيد أن للإبداع من يقدره والإبداع موطنه النادي الآلي عشان كده كمان كان اختيار المكرمين من المبدعين اللي حصلوا على جوائز في هذه المسابقة العالمية الكبيرة حرصوهم أو طلبهم أن الكابتن محمود الخطيب هو من يلقي كلمة المكرمين كانت كلمة مهمة جدا نشوف الكابتن الخطيب في كلمته نيابة عن المكرمين من المبدعين حضران كريم يسرنا الآن دعوة سعادة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لإلقاء كلمة المكرمين فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم بسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رائع الجائزة أستاذ الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيّة بتشرف جدا أن نكون بين حضراتكم النهاردة في هذا المكان الحيّة الرائع والمبهر اكسموا حيث تتواصل العقول لصنع المستقبل ولتسلم هذه الجائزة مرموقة وماعي نخبة من مختلف دول العالم ستكون الجائزة بلا شك حافزا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل بإذن الله وقد ساعدته أن أكون متحدث بالنيابة عنهم جميعا لا شك أن الجوائز والبطولات والميداليات تعطي للرياضيين الدافع للمزيد من التقلق والتطور والإنجاز وحين تحمل الجائزة اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آن مكتوم فإنها ستكون أكيد أكبر وأروع لأن قيمتها ومكانتها تأتي من اسم ومكانة صاحبها شكرا لكم على إطلاق هذه الجائزة الكبيرة التي تهدف لتطوير الرياضة في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم وشكرا على هذا التقدير والتكريم وأتمنى أن تتواصل رحلة الإبداع والتقلق الرياضي في جميع الميدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني هي كلمة مش طويلة ولكن كل كلمة فيها في مكانها وهو أن يختار الكابتن محمود الخطيب بشخصه ثم أو بصفته ثم بشخصه الرئيس النادي الآلي ثم بشخصه كمحمود الخطيب نيابة عن المكرمين هذا تكريم إضافي لوجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الآلي الذي يكرم عن أفكاره كمبدع كمؤسسة مبدعة في التعامل مع الأزمات أيضا اختيار الكابتن الخطيب للقاذ الكلم التي جاءت موفقة في وجهة نظري هو تكريم آخر لوجود الكابتن الخطيب ممثل عن النادي الآلي ولشخصه الجملة المهمة اللي قالها كابتن الخطيب في أنه إزاي كل الفائزين وغير الفائزين يعتبروا الفوز بأي جائزة في حد ذاته دافع قوي لمزيد من التطور والنجاح والإنجاز وده الدور المهم جدا أو الفلسفة العملية لأي إنجاز يتحقق إزاي تحولوا إلى قوة دافع تساعد على المزيد من النجاح لأنه فعلا الأهم هو استمرار النجاح استمرار الإبداع استمرار الإبتكار الآن لي ما وصلش للمكانة اللي هو فيها بهذا التميز إلا لأنه فعلا بيشتغل بعقول خلاقة وبأفكار مبتكرة بتساعده على مواجهة كل هذه التحديات وهذه الظروف عقب هذا التكريم تحدث الكابتن محمود الخطيب لقناة الأهل عبر مراسلها في دبي محمد توفيق ألف مبارك الفوز وجد فخر لنا كلنا كأهلوية فوز النادي الأهلي بهذه الجايزة وطبعا يعني شايفين الاستقبال والحفاوة وجميع الناس يعني وحبهم لكابتن محمود الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحمد لله رب العالمين يعني زكاة الجايزة والتكريم دوت النادي الأهلي يعني بيسعى دايما أن يكون في المقدمة في كل الأمور النادي الأهلي بجماهيره أعضاءه وكل مسؤوليه يستحقوا دايما أن هما يكونوا أنه كلهم يعني في المصاف الأول أنه كلهم بيشتغلوا أو بيحاولوا يشتغلوا بالشكل يعني يخلي الأمل دايما موجود في أنك تكون نمرة واحد يعني لكن ده بيدي مسؤولية كبيرة جدا عن نادي الأهلي وعلينا جميعا أنه إحنا إزاي نحافظ على ده وإزاي بقدر الإمكان نوصل بإذن الله نحن نبقى دايما على منصات التطويق في كل المحافل مش بس الرياضية حتى يعني النهاردة المؤسسة الرياضية الأولى مش بس الرياضة يعني فالحمد لله رب العالمين شكرا حب الناس ممكن جنسيات مش مصريين بس ده أنا شاف الناس إماراتين وكاتريين بيتسابوا على يعني في حد بقول لنا كابتن معاكو في مصر نحن لسه نفسنا نشوفه فعزين كلهم يصوروا محاضرة الحمد لله رب العالمين دي نعمة من ربنا وربنا يحفظها من الزوال بس الله الحمد لله شكرا نعمة من ربنا ربنا يحفظها من الزوال بإذن الله وتعطي دوافع باستمرار هذه التكريمات التي يحرص الأهل أن يكون جديرا بها هو لا يزكي نفسه هو ده أرعى ما في الأمر لا يكتب الأهل أو مؤسساته أو رئيسه أو قدرته أي كلمة يشير بها إلى نفسه ولكن دائما كل ألقابه التاريخ بيادهاله كل ألقابه المؤسسات بتدهاله وتوالى التكريم من أفضل نادي في أفريقيا لجائزة الإبداع الرياضي لتاني مرة للمنافس على الأكثر ألقابا على مستوى العالم إلى 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 إذن هذا حصاد لمجهود لفلسفة لعمل مؤسسي متراكم كله بيبني على كله محدش بيهد اللي قابله وبينسب شيء لنفسه ولذلك ما قلت لك المرة اللي فاتت عمار يا أهلي لأنك بتعمر كل البيوت عمار يا أهلي نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف تبردات الفعل الإماراتية في كل وسائل الإعلام الإماراتية على إبداع الأهل وتكريمه عمل إزاي بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد ومدخفش على الأهلي طالما الأهلي لديه هذه القدرة على امتلاك هذه العقول المبتكرة المبدعة اللي بتخط مصر في مكانة دولية كبيرة جدا إنه لما يبقى فيه محفل عربي كبير في دبي يضم نخبة من فيه رئيس وزراء باكستان مكرم بين هؤلاء المكرمين المبدعين لدوره في تعزيز رياضة الكريكت في باكستان ووصولها لمصف العالمية لما يكون كل هؤلاء المبدعين على مستوى العالم بيكرموا ويكون الناد الأهلي بين هؤلاء ويختار المكرمون الكابت محمود الخطيب ليلقي كلمة المكرمين هي دي قيمة مصر وهو ده مستوى تمثيل مصر وهو ده حرص الناد الأهلي على تشريف مصر وحرصه دايما وأبدا إنه مصر تبقى فيه أي محفل هي اللي في المقدمة وهي فيه أفضل صورة بهذا التمثيل الراقي المحترم اللائق بمصر وقيمتها هو ده هو ده الناد الأهلي وده دور الناد الأهلي وده حرص الناد الأهلي على قيمة مصر بالمناسبة كلمة الكابتن محمود الخطيب لصحيفة عين الإماراتية عن أن مصر أولاً ومصر قبل أي اعتبار كان لها صدى واسع في الصحف الإماراتية كل الصحف أخذت هذه التصريحات قالت البيانة الإماراتية يمكن الموقع الرسمي للجائزة قال أن مبادرة الأهلي تعد مميزة بعد أن جمعت بين الإبتكار وستشراف المستقبل والتي خرجت بنتائج تعطي دروس في العمل المؤسسي وقال الموقع الرسمي للجائزة أيضاً عن التتويج أن الأهلي مبادرته بتعتبر متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الإبتكار والإطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي وقال للموقع أنه كانت المبادرة من الأسباب الرئيسية والدعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كورونا والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي كما أن عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر إلى عدة سنوات قادمة صحيفة البيانة الإماراتية تناولت تكريم النادي الأهلي ورئيسي وقالت الخطيب تصريحاته أنه جايزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي حافظ لتحقيق المزيد من الإنجازات للنادي وقال التقرير أنه ألقى الكابتل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي كلمة الفائزين في الدورة 11 لجائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي مؤكدا خلالها على الدور الجائزة في تحفيز الرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات وقال فيها اليوم أتشرف أن أكون بينكم وفي هذا المكان الرائع إكسبو حيث تواصل العقول وصنع المستقبل تسلم هذه الجائزة المرموقة وقال أن أنا ساعدت أن أكون متحدثا بالإنابة عنهم والجواز والبطولات والميداليات تعطي للرياضيين الدافع للمزيد من التألق صحيفة جالف نيوز قالت في نسختها باللغة الإنجليزية عن حفلة تكريم أن جائزة المارد الأحمر وهو النادي الآلي جاء لمبادرته المتميزة وعطائه الطويل والخروج بنتاج ودروس ممتازة لكن العين الإماراتية في موقعها عن لقائها مع الكابتن محمود الخطيب قالت أو أبرزت الصحيفة الإماراتية تصريحات الكابتن الخطيب تحت عنوان مصلحة منتخب مصر فأي اعتبار ونشرت عن الكابتن الخطيب كلامه نتمنى التوفيق لمنتخبنا في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون صحيح أن الأهل يعاني بسبب ابتعاد اللاعبين الدوليين عن الفريق لمدة شهر كامل قبل انطلاق كأس العالم للأندية لكن لعبوا الأهل الدوليون مطالبون بالخروج من أجواء بطولة والتركيز في أخرى في غضون 24 ساعة فقط وده اللي أشارت إليه أيضا صحيفة الانتحاد الإماراتية اللي أبرزت تصريحات الكابتن محمود الخطيب تحت عنوان الخطيب يؤكد على أنه مصر أولا وقبل أي شيء والتأكيد على الرغم من وجود تضارب في تداخل موعد نهاية أمم إفريقيا مع كأس العالم لكن الأهل يقدم تضحياته اختتم التأرين أن الخطيب وجه شكر للقائمين على جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي قائلا إقامة حفل الجائزة في معرض إكسبو 2020 شيء رائع وتوجدي هنا من أجل جائزة الناد الأهل الذي يحصد جائزة مختلفة بعيدا عن البطولات والألقاب من خلال المبادرات في التعامل مع فيروس كورونا رغم أن النادي تضرر مديا في ظروف الجائحة بسبب الالتزام مع العاملين بالنادي إلا أن شعور الانتماء للأهل هو المكسب الأكبر كما تقول صحيفة الاتحاد الإماراتية هو المكسب الأكبر ودائما نفكر في المستقبل ومن خلال تاريخ ولدينا شعار تاريخ مبادئ تطوير وهذه هي صورة النادي الذي يملك التاريخ ويحافظ على المبادئ في كل المجالات والنظر للمستقبل وأي جائزة تحصل عليها تمثل مسئولية كبيرة ده كان يا باش مهندس أبرز ردات الفعل الإماراتية عن هذا الحضور الراقي واللائق لبطل مصر في هذا المحفل الكبير أمر مشرف زي ما قلنا يعني إحنا التفاصيل كلها دلوقتي طرحت رد الفعل اتفهم كما أراده الكابتل الخطيب وكما أراده النادي الأهلي وقدم يعني بلا غموض أو التباس أن مصر أولا أن العمل المؤسس الذي يفرز هذا الإبداع مستمر من خلال شعاره حتى فهموه في الإعلام الإماراتي أما قاله تاريخ مبادئ التطوير هو مشعار هلك هذا الناس دي عندها حق هو ده تطبيق يعني لازم نضيفه وتطبيق هذا الكلام فالناس يعني كويس قوي هذه اللقات عشان ترد على كلام كتير جدا وهرتلة كانت بدأت الحقيقة للأسف من خلال وسائل بعض وسائل الإعلام الخليجية وأبتدأت من الأمارات وانتقلت إلى كويت وهم مش عارف الكلام ده بيوضح بقى صورة النادي الأهلي وإياك الناس يفهمها والحقيقة ربما كان من حسن الطالع الراقي جدا أن هذا المؤتمر بالأمس في دبي بيشهد تكريم النادي الأهلي وقيادة رياضية كبيرة بحجم وقيمة الدكتور حسن مصطفى ممثلة للاتحاد الدولي لكرة اليد كأفضل اتحادات الدولية إنجازا وعطاء خلال هذه السنة ثم تكريم البطلة المصرية آية مدني بطلة الخماسي كأول مصرية أو أول عربية وأفريقية كمان تنتخب عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي ورئيساً للجنة اللاعبين في الاتحاد الدولي فأن يكرم الكابتن محمود الخطيب والدكتور حسن مصطفى وآية مدني في يوم واحد في هذا المحفل العالمي يبدو هذا متزامناً مع انطلاق مؤتمر منتدى شباب مصر من شرم الشيخ اللي الرئيس عفتاح السيسي بيقدم فيه دورة جديدة في رسالة الشباب المصري لشباب العالم هنا التناغم الواضح والكبير أن مصر تملك الكثير مصر تملك العقول القادرة على الإبداع تملك أن تقدم للعالم كله رؤى مختلفة في المزيد من التطوير والإنجاز شيء جميل فعلاً والربط اللي حضرتك بتقوله أنا تبع فعليات وتدعيات هذا المؤتمر من الحضور الدولي والحرص الدولي سواء للدول أو لحتى المؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومؤسساتها في صدى على مستوى العالم لما تقدمه مصر من خلال هذا الملطقة للشباب وإزاي نوصل أن نقدر من خلال التعاون الدولي ننهض كلنا وندي أمال جديدة لشبابنا ونحطهم على الخريطة اللي تسمح لهم ونكونوا عناصر مش بس محلية وإقليمية بل دولية أيضاً وتلعب دور كبير في نشر السلام وصالح بلاده ده كلام مهم جداً كلام لأنه بيتزمن مع بعضه وبيعزز فكرة أن نملك الفرصة والقدرة على أن نسهب بعيداً مصر بعقولها بشبابها بتطلعاتها بقيمتها بمكانتها بعودتها إن مصر إن عادت قادت عشان تقود فعلاً محيطها العربي وقرتها الأفريقية وتقدم للعالم كله رؤية مختلفة من أرض حضارة تقريباً علمت العالم كله نتمنى مزيد من تعزيز المناخ الإيجابي وتثبيت القدرة على العطاء المختلف اللي فيه هذا الإبداع ده كان جانب من تكريم الناد الآلي في دبي وردات الفعل الإماراتية التي تشيد ببطل مصر وحصوله على هذه الجائزة وهذا الخضور المحترم واللائق لكابت محمود الخطيب بين مبدع العالم هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلاً بحضرتكم من جديد الحقيقة وإحنا بنتكلم على ما ينجزه الناد الآلي وما يحفل به كل مؤتمر خارجي الرياضي بهذا الشكل من تكريم للناد الآلي بيقودنا ده الجزئية أو إشكالية محلية وهنا الناد الآلي من المؤكد يتمنى كل التوفيق وكل النجاح لكل الأندية المصرية الشقيقة يستوى في هذا الزمالك مع الإسماعيل مع الاتحاد مع المنصورة مع المحلة مع كل الأندية بالذات الأندية الشعبية اللي لها ظهير جماهيري من مشاعر جمهورها دي مساءل منتاية ومفروق منها لكن فيه إشكالية موجودة في الإعلام الرياضي وده للناس اللي عايزة تتكلم على تعزيز فكرة التعصب لما تيجي تشيد بالناد الآلي انت مش مطالب حتماً انك انت لازم تقرن معاه الزمالك أو أي نادي آخر إذا كان يستحق الإشادة الزمالك لوحده فليكن إذا كان له علاقة بالحادث آه انت منتاش مضطرة عشان تشيد بالزمالك تقوم تشيد بالأهل أو مش محتاج وانت بتلوم الأهل على خطأ صدر منه فلازم أن تلوم الزمالك عشان تبدو متجانس وأصدفير وأنا على مسافة واحدة لا مش فكرة مسافة واحدة أنا مسافة تانية فكرة كل واحد ياخد حقه في الإشادة في السناء أو في اللوم والعتاب ممكن النادي الآلي يكون هو اللي غلطان ما انتاش مطالب كإعلامي وانت بتلوم النادي الآلي عشان ترضي جمهور الآلي فتروح تلوم الزمالك أو لو انت بتشيد بالنادي الآلي على إنجاز فلازم أن تشيد بالزمالك على ما لم ينجزه في الحالتين هنا في مشكلة الزميل يهاب الكومي وهنا أهميته لأنه انتقب عضواً في مجلس إدارة اتحاد الكورة الرجل في برنامجه في صدر البلد اتكلم عن النادي الآلي وبطولاته الأفريقية وإنجازه الأفريقي وسيد القارة والقاب يستحقها الأهلي بطولات حازة عليها بمناسبة أنه حيشاركه عنده أزمة بمناسبة أن الرجل بيتكلم في أزمته فيحدث نوع من الضغط واللوم والإرهاب لإرهاب الكومي فيرجع يطلع الراجل في قناة الزمالك فيتكلم على إن أنا ما كنتش أقصد ما كنتش تقصد إن الأهلي نادي القرن في أفريقيا ما كنتش تقصد إن النادي اللي واخد عشر دور أبطال أفريقيا وهو ضعف أقرب منافسيه أو ملاحقيه هو سيد القارة هذه الألقاب يطلقها عليها حتى الإعلام العربي في الشبال الإفريقي لأنه يستحقها وبطولاته تقول عنه هذه القيمة وهذا الإبداع فيطلع الراجل يتراجع عنها بسبب هذه الضغطات اللي بيتعرض لها الزملاء الإعلاميون باستمرار يا عم دي خطة صدقني خطة مش عشوائية ودي خطة أن أنت باستمرار محدش يتكلم على الأهلي بما يستحقه لا يا سيد اتكلم على الأهلي بما يستحقه لوحده وتكلم عن الزمالك بما يستحقه لوحده في الحالتين من إشادة أو من لوم أو من عتاب أو من هجوم أو من دفاع وطبر حسب ما يفعله على فكرة التعصب بيجي بالربط طبعا طول ما انت بتربط خلق المشكلة خلق المقارنات وخلق الردود بالضبط كل واحد ياخد أحداثه لوحده بنربطهم ببعض ليه يعني ده وصلت لمرة من المرات الأهلي في دورة أبطال أفريقيا وحد من الزملاء الزمالك كان خرج من دورة الأبطال وحد من الصحفين الكبار كبار قوي بيتكلم على الأهلي وإنجازه في دورة أبطال أفريقيا وبعدين عشان حس ان الناس ان هناك أصوات هتطلع تلومه أو تهاجمه قالك وزمالك أيضا لا يا عم الزمالك خرج بالبطولة لكن الحرص على هذه السنائية المفتعلة والممنهجة خلق هذا الجو ادي الأهلي حقه ومنتاش مطالب تقرن معاه الزمالك أو أي نادي آخر هل فكرة ادي الزمالك حقه ومنتاش مقارن أنك تقرن به الأهلي السنائية دي تاريخين ما كانتش موجودة يعني عملية الحرص على الربط ده وإن هما قدام بعضه أندد وفيه تضاد ومصالح ومش عارف ما كانتش موجودة تم تشوف من ناشا في الأول لما تيجي تشوف حتى السكرية أنا جيب محفوظ قال إيه قالك بيتكلم عن الأضاد المية والهوى الخير والشر الأهلي والترسانة ما كانتش فيه هذا يعني كان هناك قوة أخرى إنما تصوير الأمر أنه من أول اليوم والتكريس ده لعملية المقارنة والضبوية والحالة حتى جمهور السوشيال ميديا بقى منتبه لكده بقى منتبه لهذا الربط اللي فيه حرص على إذكاء تعصب والله بالضبط الزميل إبراهيم فايق تناول هذه السنائية أو هذا الحرص على هذا الربط المفتعل نشوفه نكلم بقى على حدث مهم النهاردة وهو حجر الأساس اللي وضعوا النادي الأهلي لاستاد النادي الأهلي الخطوة مهمة ووعد بها مجلس إدارة الأهلي منذ اللحظات الانتخابية الأولى أما وإني للمرة المليون بكررها وأنا بتكلم ففقرة تخص النادي الأهلي فأنا بخصص كلامي عن النادي الأهلي علشان بس كلامي ما يتخدش أنه هو أنا بتكلم على الأهلي دي فقرة الأهلي فعشان أنا مش من نوعية الناس أنا مضطر كل مرة كررها اللي مش عشان أبالي للناس محايد لما يتكلم على الأهلي ألزق كلمة الزمالك تنبه الأستاذ سبريم فايق من كتر الضغوط اللي بيتعرض لها طب أنا بتكلم في حدث الناس عامل إيفينت بتكلم على وضع حاجر أساس عشان للسات بتاعها هلك مش هقول معاه نادي آخر عشان قده محايد الله لما النادي الثاني يعمل اللي حدث لوحده يقوله لكن وأنا معاه وعلى فكرة هو ده الإعلام هنما الإعلام اللي فيه استدراك وفيه واخد باله قوي إنه هو ده حلو ده حلو ده كويس وده كويس وده وحش وده وحش ده كلام ما مفوش إعلام ده كلام بنخاطب بيه وبدأ ندغى بيه مشاعر لقطاع من الجماهير وبينفاهمهم إن أنتوا صح بقى لازم أعمل حسابك وإنما جبتوا استيرتك أبقى أنا ضدك كلام ده مش صح كل واحد يجي استيرته فيه ما يفعله ويتحمل مسؤولية ما يفعله هو ده الصح إنما أنا على مسافة واحدة من الجميع لا بأس سهلة وحلوة وده كمان وده كمان وده كمان وده كمان إيه ده مش ده مش ده الحياد أيوة مش ده الحياد أيوة الحياد التوجه للحقيق التوجه للحقيق لكن تجاوز الحقيق عشان تبدو محايدا هذا إن حياز ليس حياد بالمناسبة الإعلام ما بيعرفش الحياد عشان بس أي حد بيتكلم على الحياد ده مش موجود مش موجود في قاعدة التجارب الإعلامية في العالم لكن في موضوعية في مهنية الانحياز للحقيق في مسؤولية هي دي قيم الممارسة الحقيقية أنت عشان تكون محايد لازما مش فكرة الحياد لأن أنت لازم تنحاز للصح أيوة تنحاز للموضوعية تنحاز للأمانة تنحاز لصدق المعلومة تحتاج للخبر تنحاز للخبر الصحية أنت كده محايد أنت كده محايد عن أصدقاء الإلحياد أنك أنت بتحيد عن الخطأ هو ده الاشتقاق بتاعه أنت بتحيد عن الخطأ إلى الصواب فجدت الصواب في الممارسة المهنية المسؤولة كل هذه القيم الإعلامية في صدق في حرص على أنك أنت ما بتنقلش إلا الحقيقة في اكتساب مصدقية متراكم من سمعة مهنية مسؤولة ثم فيه أمانة ومسؤولية عامة بتراعي فيها أبعاد المسؤولية العامة الوطنية والمحلية والرياضية والروح الرياضية وكل قيم الممارسة لكن مش فكرة أن أنا وأنا بشيد بالنادي الآلي مطالب حتما أن أنا أشيد بالطرف الآخر رغم أنه قد لا يستحق الإشادة في موضع الموضوع أو في حديث الكلام نفسه أو ألوم النادي الآلي فلازم ألوم الطرف الثاني عشان غضبت الجمهير أو حسابات الجمهور أرجوكم مصر تستحق كتير في جملة أستاذ إبراهيم من قيم الممارسة المسؤولية الحياد هو الانحياز للحقيقة إذا ما عملتش كده بأنا متعمد ما أكونش محايد إذا ما انحزتش للحقيقة فكرة التوازن هي هي نفسها لما تيجي تقول رحت للقرارات الإدارية في التحكيم والاحتواء أنت انحزت عن الحقيقة انحزت عن العدل هذا انحياز لما تتعمد تروح لمساحات لتظهر الحقيقة هذا انحياز ولكن الانحياز إلى الحقيقة هو الحياد ده كلام مهم جدا على فكرة الجابون في الوقت البديل سجلت هدف جزر القمر وفازة 1-0 أو هي كانت متقدمة النتيجة انتهت كما جماعة لسه بنلعب في الوقت الإضافي ومتقدمة 1-0 الجابون على جزر القمر عشان النهاردة يوم الـ 1-0 بإذن الله يخلص كده عشان يعني مبروك للأهل إبداع المبدعين دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا مبدعا وشامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله تسوى على خير تسوى على خير تسوى على خير